شيخ سيد أهلا بك شيخ إسلام ورطونا مهاردة كل سنة وانتوا طيبين للأسف الشديد كل فترة بتظهر حالة من الهجوم على الإسلام سواء كانت بقى الهجوم ده من أفراد أو من مؤسسات غربية إزاي نحارب الفكر المتطرف ده بالفكر المستنير؟ بداية الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أنا أعوذها صلى الله كمان على سيدنا النبي أنا هي أفضل صلى الله بس أعوذني أنا أسفل وغلطت في التشكيل أنا أسفل لا جميل ربنا يبارك في حضرتك وبعض الناس بقول لأنا لازم ألتزم باللغة العربية أو الدعاء الجميل لا مش شرط أبدا هم يطلع من القلب جميل قوي ده قاله سيدنا النبي الراجل جي لحضرة سيدنا النبي قاله يا سيدنا النبي إني لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاز يعني أنا راجل على قد كده زي حالاتي برفع دين ربنا بقول يا رب أنا عاوز أدخل الجنة وبعدنا عن النار فسيدنا النبي ما قالوش غير خليك زي أو زي سيدنا معاز لأنه كانت بأم الناس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قاله بتقول إيه قاله أنا بسأل ربنا الجنة واستعيذ بالله من النار فدحك سيدنا النبي وضرب على كدف وقال له وحول كل هذا ندندن يعني كل اللي انت بتقوله ده إحنا بنحكي حواليه فالدعاء مش محتاج صيغة إنما الصلاة والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دي علماء يسموهم المجربات يعني كل علم كده باخترع صيغة كده هو يصلي بها على سيدنا النبي إحنا بنقول اللهم صلي على سيدنا محمد الهادي لأنوارك الجامع لأسرارك أدى اللي عليك والموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وتخلصنا بها من المخاوف والأوهام وتحفظنا بها يا ربنا في اليقظة والمنام وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه الأعلم وسلم تثليما كثيرا اللي بتعرض لي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ده مش من قريب ده تعرض لي حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حياته صلى الله عليه وسلم بس إحنا كمسلمين لازم يكون عندنا القناعة إن ربنا هو من ينصر رسول الله ربنا قال كده إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوموا الأشهاد وقال لحضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والله يعصمك من الناس بس أنا لازم أغير على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم زم بنتكلم على غيرة سيدنا النبي وغيرة الأزواج والزوجات أنا عاوز يكون أنا كمسلم بحب سيدنا النبي أكتر من نفسي لأنه شرط من كمال صحة الإيمان إن أنا حب سيدنا النبي أكتر من نفسي زي ما قال كما في الصحيحين من حديث سيدنا عمر إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وأهله وولدي والناس أجمعين طب نحبه بالكلام بس ولا بالأخلاق يا مولانا ما هو دا اللي احنا هنترجمه بقى الناس كلها يا مولانا فيه حاجة غريبة جدا مش طبعية الناس بتتكلم بس أنا كل ما قابل حدا لإيه بيتكلم بس ما فيش حد زي محرك بتقول القلب السليم راحت فين القلب السليم راح فين الفطرة راح فين الطيبة ما هو دا جاي من عدة عوامل أهم العوامل دي إن احنا بعدنا عن نهج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كل عمال يقول أنا هعمل أنا هعمل أنا هعمل بس نسينا غياب القدوة بتاعتنا صحيح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لو هنتكلم عن الإيذاء في حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بإجاز شديد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نزلت على الرسالة عنده 40 سنة قام يدعي الناس أول واحد شتم سيدنا النبي كان عمه فتقبل سيدنا النبي الشتيمة دي مش تقبلها بشتيمة مردش عشان نتعلم ازاي نرد على الناس وازاي نكلم الناس ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ربنا قال لحضرة سيدنا النبي وعلمنا احنا كمان ادفع بالتي هي احسن قالش رد الاساء بالاساء طيب اتشتم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وضعوا القذورات على ظهر سيدنا النبي هو سجد قدام الكعبة وجات سيدة فاطمة اذلتها عن ظهر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حاول يخنؤ سيدنا النبي هو بصلي قدام الكعبة وجه سيدنا ابو بكر دفع الرجل عنه وقال اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله حاول يقتلوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الله في سورة الانفال واذ يمكر بك الذين كفروا ربنا يقول ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكروا الله والله خير الماكرين بل طردوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من بيته صلى الله عليه وسلم ومن أحب الأماكن إلى قلبه صلى الله عليه وسلم مكة وبكى سيدنا النبي وهو خارج من مكة في قصة الهجرة بس لما راح المدينة سيدنا النبي وعمل مؤخاة الدنيا ما استتبتش برضو لا ده قعد عشر سنين في المدينة عمل معاهدات مع اليهود واليهود خانوا المعاهدات جميل يا شيخ سيد يعني أنت بتنصحنا ادفع بالتي هي أحسن وليس رد الإساءة بالإساءة جميل وده منهج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تمام أنا عجبني جدا بس أنا ماشي منهج بس أنا من الناس اللي بيوجعني أنا مش بسامحوا ماهو ده بقى قلوب الناس بتختلف يعني لما دلوقتي الواحد يعد بس المسامحة مطلوبة يا دعاية ده أنا ما قلتش حاجة بس يعني لما نفضل نضغط 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 ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو ده طبيعي برضو إن في الحياة اللي احنا فيها تبقى الضغوطات جمدة كده والمفروض إن أي حد يسامح سواء رجل أو سيدة جميل جدا حضرتك بنتكلم عن التسامح أنا هضرب لحضرتك مثال بسيط جدا حصل مع سيدنا النبي هو ليه إحنا بنتكلم على سيدنا النبي لإن ده الأنموذج الأمثل الإنسان الكامل في البشرية إن أنا أحتذي به صلى الله عليه وسلم ربنا قال لنا كده سورة الأحزاب أي واحد وعشرين لقد كان لكم في رسول الله قدوة حسنة ده الأسوى الطيب طب المثال البسيط سيدنا النبي في المدينة حصل له حاجة يعني فضيعة على الأزهان والعقول ما تتخيلش الحاجة دي إنهم قالوا عن السيدة عائشة اللي كان سيدنا النبي بحبها حبا شديد اللي هي الكاملة اللي هي سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها وارضها قالوا عليها أن هي زينية ده حصل في المدينة شفتي بقى إزاي سيدنا النبي رئيس الدولة سيدنا النبي قائد الحرب سيدنا النبي الذي يوحى إليه ورغم كل ده اللي قال سيدنا النبي عارفه عارفه ده عبد الله بن أبي بن سلوله ومعه 36 منافق وربنا إدى لسيدنا النبي الأسماء دي طيب سيدنا النبي الحدثة دي الوحي انقطع عن سيدنا النبي شهر كامل بعد ما قالوا الكلام ده في السيدة عائشة قطع الوحي فكان سيدنا النبي مهموم وحزين شهر كامل ما فيش وحي شهر كامل كل المدينة بتتكلم شهر كامل سيدنا النبي في هم في ضغط في تعب في مشاكل كبيرة ورغم كل ده لما نزل القرآن وقال إن الذين جاءوا بالإفك ده اسمه حدث الإفك اللي ربنا هو البراءة نزل البراءة من عند ربنا وفي صورة النور إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم ربنا يقول لحضرة سيدنا النبي لا تحسبوه شر أي إنسان شايف الموقف ده ده فين ده مفوش جميل يا شيخ سيد ماشاء بارك الله فيك يعني جد نصائح رائعة وجميلة جدا يعني جد السؤال واحد محتاجين فيه استفادة وكثير من الحلقات جميل بس الحقيقة عندي أسئلة كتير قوي ليكم أنا عاوز أكمل الموقف ده طيب تفضل التحقل ده موقف مهم جدا لإن فيه نفس كتير ده بيحصل طلاق بيحصل طلاق بسبب موضوع ده والستة تبقى فعلا يعني مظلومة سيدنا النبي بعلمنا بقى لا تحسبوه شر بل هو خير طيب الموقف بعد كده لما جاء عبد الله بن أبي بن سلول ليتكلم في عرض حضر سيدنا النبي جه مات الطبيعي ابنه جاي لحضرة سيدنا النبي قال له أنا مش لقي حاجة كفن فيها والدي فيقوم الرحمة بقى شفت التسامح هو ده التسامح يقول له خذ العباية دي يخلع سيدنا النبي العباية للابسها لخذ هذه فكفن فيها أباك وقف التسامح لحد هنا القلب بقى هو إلا من أتى الله بقلب سليم عشان نتعلم نسامح الناس ده تكلم في عرض سيدنا النبي ورغم كل ده بيخلع العباية بتاعته يقول له خذ هذه فكفن فيها أباك لم يقف الرحمة رحمة سيدنا النبي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ده جاءت الجنازة بتاعته سيدنا النبي أموقف يصلي عليه والصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على أي إنسان معناه رحمة لي وسيدنا عمر يشد كده في ملابس سيدنا النبي يقول له ما تصليش عليه ونزل القرآن بوافق كلام سيدنا عمر ربنا قال في صورة التوبة ولا تصلي على أحد منهم مات أبد صلى سيدنا النبي عليه مش بس كده ده راح وقف على القبر بتاعه وبيدعيله وربنا يكفره وربنا يرحمه سيدنا عمر يقول له لا ما تعملش كده وينزل القرآن بالفعل يقول لسيدنا النبي ما تعملش كده استغفر لهم أو لا تستغفر لهم انت استغفر لهم سبعين مرة ثم رحمة سيدنا النبي تقاطع الوحي الشريف ويقول سيدنا النبي لا زيدن على السبعين فينزل الجواب من ربنا فلن يغفر الله له عايزين نتعلم الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة لمن لمالش المسلمين ولا العرب بس لكل الدنيا أجمعين ده اللي احنا عايزين نتعلم من حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شيخ إسلام الاحتفال بالمولد النبوي بدعة ولكنها بدعة حسنة ما رأيك في الرأي ده الاحتفال بالمولد النبوي مش بدعة ولكنها سنة حسنة سنة حسن من سنى في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجره وما نعمل بها إلى يوم القيامة فحطة إن أنا أقول بدعة دية محتاجة ضبط ما ينفعش إن أي حاجة بنعملها نقول إنها بدعة المصحف مثلا ما كانش عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مصحف بالشكل ده القرآن ما كانش مجموع في مصحف في كتاب السبحة ما كانش موجود عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الاحتفال بمولد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بميلاد سيدنا رسول الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احتفل بمولده الشريف طب ازاي ما احتفل يا شيخ اسلام معنى اوضح دي بس عشان توصل فاحتفل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بميلادي ازاي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيسألوا الصحابة بيقولوا له يا رسول الله صيامك من يوم الاثنين ليه بتصوم يوم الاثنين يا رسول الله قال ذاك يوم ولدت فيه فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مش بيحتفل بميلاده بس كل سنة مرة لا ده بيحتفل بميلاده كل سبوع مرة صلتوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فيبقى الاحتفال بميلاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مش بدعة أصلا وحتة البدعة يعني مش هايزين نتطول فيها قوي لكن كلمة بدعة علشان أو البدعة دي لما تبع حاجة ملهاش أصل في الدين يعني ما حدش عملها قبل كده سيدنا النبي ما عملهاش وتخالف الدين وجايبها أنا عايز أعملها عبادة أولا المولد مش عبادة المولد أنا بحتفل بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحم بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عايز أعلم أولادي وعايز أعلم زوجتي في البيت وعايز أعيش أخلاق سيدنا رسول الله اللي احنا مفتقدين يا سيد دعاء واللي احنا بنعاني وانحنا بعيد عنها عايز أنمي في نفسي وفي نفوس أهل بيتي وأولادي حب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم